بسم الله الرحمن الرحيم حبابي شطار شطار الصف السادس الابتدائي عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بكم في درس جديد والنهاردة باذن الله هناخد اخر درس من دروس مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سنة 6 درسنا الدرس السادس في المحور الرابع وده طبعا اخر درس اسمه ابتكار مشاريع رقمية باذن الله الفيديوهات اللي جاية هتكون مراجعات على المنهج وهنكون ان شاء الله من ضمنهم فيديوهات على المهام الادائية للمادة ان انت لازم تدخل الامتحان بتاع المهام الادائية وانت عارف ممكن لقبلك ايه في الامتحان يلا بينا نبدأ كده في درسنا النهاردة وابتكار مشاريع رقمية في الدرس ده برضو هنتكلم عن برنامج العروض التقديمية اللي هو باوربوينت واحنا اتكلمنا في الدرس الرابع عن الدرس الرابع من المحور الرابع عن برضو الباوربوينت ولكن هنتكلم عن جزئية مختلفة في البرنامج من خلال الدرس ده ان شاء الله بيستخدم برنامج الباوربوينت لانشاء العروض التقديمية زي ما احنا قلنا قبل كده كمان بنستخدمه عشان نشارك المعلومات بتاعتنا مع الاخرين ما هو انا لمعرض درس على الطلاب بتوعي واكتب لهم المعلومات بتاعة الدرس واكتب لهم الجمل بتتحرك وحط لهم صور شكلها فيها حركات كل دوتي انا كده بعمل مشاركة للمعلومات بيساعد على فهم المادة المعروضة طبعا بيساعد على فهم المادة المعروضة افضل من النصوص العادية افضل ما انا عرض لك نص سابت كده انت بتقرأه ومش فاهم منه حاجة ولكن لما عرض لك نص بيتحرك لما حط لك صورة لما حط لك فيديو لما حط لك رسوم متحركة ده هيخلي الموضوع ايه اكتر تشويقا وجذب ليه الطلاب بتوعك بيسمح بمشاركة المعلومات لما نستخدم ايه نصوص صور مقاطع فيديو رسوم متحركة رسوم بيانية من خلال برنامج فطبعا كل دوت بيخلي المادة العلمية بتبقى فيها نوع من انواع التفاعل طيب بعد كده هناخد حاجة اسمها سمارت ارت او المخطط الانسيابي المخطط الانسيابي او سمارت ارت وعلى فكرة ممكن يقولك ايه هي خطوات اضافة سمارت ارت او مخطط الانسيابي جوه برنامج البوربوينت لما يجي يعمل لك مهام ادائية طيب ايه بقى يا مستر المخطط الانسيابي دوت المخطط الانسيابي دوت عبارة عن سلسلة من الخطوات في شكل من الاشكال المعينة زي مثلا الشكل الموجود معنا دا سهم وجوه خطوات كده زي ما انتم شايفين كده خطوة الاولى والخطوة التانية والتالتة ده كده على بعض اسمه مخطط انسيابي او ده شكل من اشكال المخططات الانسيابية واحنا هنشوف بعد شوية اشكال منها كتير يعني يمكن اضافته كاداة المخطط الانسيابي منضيفه جوه برنامج البوربوينت او العروض التقديمية كاداة في العرض التقديمي بتاعك من خلال برنامج البوربوينت يبقى انا بستخدم البوربوينت عشان اعمل عرض تقديمي لشرح فكرة معينة او شرح مادة معينة او شرح موضوع معين سواء كان في اجتماع شغلي سواء كنت مدرس وفي حصة بتشرح للطلبة او انت حتى دكتور في جامعة وتشرح للطلبة بتوعك فمن خلال البرنامج نقدر نضيف حاجة اسمها سمارت ارت او مخطط انسيابي ده بيوضح لي سلسلة من الخطوات زي ما انت شايف كده بيوضح لي سلسلة من الخطوات اللي هو السمارت ارت او المخطط الانسيابي يمكن استخدامه في تصور مهمة او مشروع او تخطيط المهمة معينة وتقدمها وتتبع التقديم بتاعها او الخطوات بتاعتها في المشروع بتاعك زي ما هنعرف بعد شوية ازاي نضيف بقى المخطط الانسيابي في برنامج البوربوينت اولا بتروح على تبويب اسمه انسيرت واحنا خدنا التبويبات ديات في الدرس الرابع تبويب اسمه انسيرت بتروح تضغط عليه وبعدين بتروح تختار حاجة اسمها سمارت ارت زي ما احنا شايفين في الصورة كده رقم واحد ضغط على انسيرت بعد كده راح ضغط على سمارت ارت او مخطط انسيابي بالعربي بعد كده اختار نوع من انواع السمارت ارت اسمها ليست اللي هي رقم تلاتة دي اسمها ليست او قيمة بعد كده راح اختار واحد من المخططات الانسيابية اللي هي ليست ديت واللي هي اللي محتاجها يعني ايش اكلم الاشكال ديت على حسب شغلك يعني تمام بعد كده ضغط على اوكي وبعد كده بدأ يملى التكست او مربعات النص الفاضية اللي بتبقى موجودة جوه المخطط اللي انسيه بيه تعال اشرح لك الموضوع ده بشكل عملي اكتر عشان تبقى عالي لو انا فتح ملف بوربوينت زي ما انت شايف كده شريحة فاضية خالص هروح على قيمة انسيرت زي ما هو قلي وبعدين جوه قيمة انسيرت او تبويب انسيرت هلاقي حاجة اسمها سمارت ارت اضغط عليها ضغطة هتبدأ تظهر الشاشة اللي موجودة قدامنا دي اختار اي حاجة من الحاجات عندي سايكل مثلا او حاجة شبه الحاجات دي كده في عندك حاجات كتير بقى ممكن بروسس عملية ممكن تختار لست زي ما هو قالك في الكتاب بتاعك فاختارنا احنا مثلا لست وبعدين هنروح نختار دي كده مثلا وبعدين هقول له اوكي فظهرت معي اهي بالشكل ده كده ممكن ابدأ اروح اغيرها اهو من هنا اروح اغيرها لاي شكل من الاشكال التانية ولن يكون مسلا الشكل ده او الشكل ده مسلا اهو الشكل ده وتبدأ تكتب اللي انت عايزه مجرد وتضغط على كلمة تكست دي وتكتب هيكتب معاك على طول وفيه طبعا اشكال كتير هسيبك تجربها وتدور على الشكل اللي رايحك وتختاره من الاشكال اللي موجودة عندك دي طيب بعد كده هنروح لتغيير الالوان للمخطط الانسيابي بتاعك ازاي ممكن اغير الالوان للمخطط الانسيابي او السمارت ارت اللي انا هضيف اولا بتروح على الشريحة اللي حضرتك حاطت فيها مخطط انسيابي بعد كده بتضغط على السمارت ارت وبعدين بتروح على تصميم السمارت ارت وبعدين بتبدأ تغير نوعية الالوان وتختاره نوع اللون او النمط اللي انت محتاجه بكل سهولة ازاي الموضوع ده برضو بشكل عملي انا عندي المخطط الانسيابي بتاعي شكله عامل كده بالزبط فانا لو روحت على سمارت ارت ديزاين او تصميم سمارت ارت وبعدين هروح من هنا اختار الالوان اللي انا محتاجها ولياكم مثلا الالوان دي كده وبعدين هاجي اختار نمط لها ولياكم مثلا اخليه شكله كده تحس انه هو ايه بارز في الشريحة بتاعتك اوه ممكن تختار اي شكل من الاشكال دول ممكن تختاره تخليه كده شكله مجسم بالشكل ده كده عادي جدا فده تغيير الالوان بكل بساطة وتغيير النمط كمان عنده عنده تقديم العرض يجب عليك ايه عندي شوية مفاهيم او شوية تعليمات او شوية ارشادات مهمة جدا لما تبقى واقف على الستيج او المسرح او واقف في الفصل قدام الطلبة بتوعك او واقف قدام المديرين او الموظفين بتوعك وعايز تشرح الفكرة بتاعتك المعينة واستخدمت برنامج الباوربوينت عشان تعرض فكرتك او عشان تشرح موضوعك فلازم تاخد بالك من مجموعة نقاط مهمة التحدث بوضوح لما تيجي تشرح اي حاجة لازم تتكلم بوضوح عشان اللي قدامك يفهم انت بتقول ايه تتحدث كمان او تتكلم ببطء وطريقة تظهر ثقتك بنفسك يعني ما تتهزش وانت بتتكلم اتكلم كده وانت واثق في نفسك اتكلم ببطء ما تجريش ما تقولش الكلام ايه اتكلم كمان بوضوح عشان الناس كلها تفهمك كويس جدا البدء بمقدمة تشرح فيها لجمهورك الغرض من العرض تقديمي يعني انا هبدأ اشرح اقول لهم النهاردة هنتكلم عاملكم عرض تقديمي من خلال برنامج الباوربوينت هنتكلم فيه او هنشرح فيه الفكرة الفلانية عشان الموضوع ده مهم جدا ولازم نتكلم فيه من خلال واحد اثنين ثلاثة فلازم تبدأ بمقدمة للدرس بتاعك للفكرة بتاعتك للشرح بتاعك التدرب على العرض مسبقا يعني ما تروحش تفتحه الاول مرة قدام الطلبة بتوعك لازم تبقى انت قريه كويس وعارف انت عامل ايه وحطت صور ايه وحطت نص مكتوب في ايه بالزبط عشان ما تضطرش ان انت كل شوية تقعد تقرأ الجمه الكاملة فيه لأ انت مفترض انك بتقرأ بس بتقرأ حاجات بسيطة مش بتقرأ الجمه الكاملة الحرص على ان تشير الى مختلف اقسام مخططك الانسيابي فيما تعرض المعلومات التي ادركتها فيه يعني دايما تاخد بالك او تبقى حريص جدا على انك انت بتتكلم في كل الاقسام اللي موجودة في البرزنتيشن او في العرض التقديمي بتاعك اللي موجودة على برنامج الباوربوينت ولو حاطت مخطط انسيابي او سمارت ارت لازم تشير او تتكلم عن كل النقاط اللي موجودة انت حاطتها في التسلسل بتاعك من خلال السمارت ارت او البريزنتيشن بتاعك يمكنك تدريب بسيط اهو احنا كده الدرس يعتبر خلص ولكن هاديكم تدريب بسيط يمكنك انشاء مخطط انسيابي لعرض تقديمي عما تعلمتو في المحور الرابع عندنا المحور الرابع كان عنوانه مشروعات برمجية احنا تعلمنا من خلال المحور الرابع الست دروس بتوع المحور الرابع اتكلمنا فيهم عن انظمة التشغيل والبرمجيات اول حاجة وعرفنا ايه هي انظمة التشغيل مفتوحة المصدر زي اللينيكس ومغلقة المصدر زي الويندوز مثلا وبعد كده اتكلمنا عن برنامج الورد في الدرس التالت لو تفتكر وكان الدرس التالت بيتكلم عن كتابة التقارير ومشاركتها وعرفنا ان برنامج مايكروسوفت وورد هو اللي بنستخدمه ونقدر ان احنا نضيف فيه صور نضيف فيه سمارت ارت نضيف فيه اه اه رسوء اشكال هندسية كل ده ينفع نضيفه جواب رنامج الورد الحاجة التالتة اللي تعلمناها تحسين مهارات التفكير الناقد باستخدام طريق طريق منصات للتفكير الحسابي وحل المشكلات عرفنا برضو الموضوع دوت من خلال المشروعات البرمجية او المحور الرابع بتاعنا اللي هو كان اسمه مشروعات برمجية طيب هنا هنتدرب مع بعض على انشاء مخطط انسيابي بكل تفاصيله انا لو رحت على قيمة انسيرت وبعدين رحت على سمارت ارت وبعدين هروح اضيف ايه هتروح تضيف مخطط انسيابي هروح اضغط على لست مثلا وبعدين هابدأ اختار مخطط انسيابي من المخططات اللي موجودة عندي دي وليكن مثلا تعال اختار معايا كده لو نزلنا شوية بالسهمة اللي لاقي حاجات تاني اكتر موجودة تحت في اختار اللي حضرتك يريحك ويبدأ دور دور واحدة واحدة هنختار مسلا دوت ضغط عليه ضغطة فبدأ يظهر معايا ده شكله وبعدين هقول له اوكي هيظهر معايا بالشكل ده كبير شوية اه فهنبدأ نصغره بس كده عشان يبدأ يبقى قد الشريحة بتاعتي فهنا هنحط مثلا هنعمل مثال بسيط كده على ان احنا المحور التالت كان اسمه المواطنة الرقمية والمحور الرابع كان اسمه مشوعات برمجية فهنعتبر ده المحور التالت ونكتب ايه المواطنة الرقمية اهو بالشكل ده كده وهنيجي هنا ونكتب ايه مشروعات برمجية اهو ده المحور الايه الرابع يلا اهو بالشكل ده كده تعالى نكتب الدروس بتاعتنا اهو ينفع نكتب الدروس بتاعتنا لتحت المحور التالت واللي تحت المحور الرابع اول درس دايما بناخده اسمه المستكشف النشط بالشكل ده اهو كده تاني درس كان اسمه ايه? بالزبط كان اسمه اخلاقيات الزكاء الاصطناعي. اهو. اخلاقيات الزكاء الاصطناعي. اهو. طب انا انفع مسطلق اضيف واحدة زيادة عشان نكمل بقى الدروس. اه. لو جينا هنا فوق هتلاقي كلمة اضافة اضغط عليها ضغطة هتبدأ تنزل لك واحدة جديدة فاضية. ابدأ اكتب الدرس التالك مثلا التجارة الالكتروني. اهي. عايز تضيف واحدة تالي اضغط برضو ضغطة على هتبدأ تضاف معاك. تعال اروح هنا كده مسلا ونبدأ نكتب هنا برضو كان الدرس الاولاني دايما في اي محور اسمه ايه? المستكشف الناشط بالشكل ده. تاني درس في المحور الرابع كان اسمه ايه? بالزبط انزمة التشغيل. ايوا كده بربع ايكم صح صحيح معايا انزمة التشغيل. اهو. اه. تعالى نضيف درس تالت. يلا نضيف درس تالت من اه اهو. نبدأ نضيف ايه? الدرس التالت كان اسمه ايه? بتاع برنامج الورد. كتابة اهو. التقارير ومشاركتها. ماشي? فتبدأ تضيف كده. طب ينفع نضيف زيادة? اه ينفع نضيف زيادة. لو انا وقفت هنا كده قلت له ضيف لي واحدة كده بص ألف فهم لي ازاي? لا هقول له انا مش عايزهم كده. فهنقف هنا مسلا. ونبدأ نضيف واحدة الشكل ده بص انا غيرت اتجاهها. كده بغير اتجاهها. كده بضيف واحدة جديدة. او بالشكل ده ده مكتوب. طيب انا عايز اضيف بش اطلعتها فوق. نزلتها تحت بالشكل ده. كل الحاجات ديت احنا بنجربها اهم وع بعض. وكل واحدة بتبين احنا بنعمل ايه بالزبط? اهو. عملت هنا مسلا خلتها اه حاجة رئيسية. وهبدأ اضيف حاجة تحتيها ايه? وضفتها تحتيها. عشان خلت التجارة الالكترونية دي حاجة رئيسية. وبعدين اضيف حاجات تحتيها وكتوب زي ما انا عايز. فانت في الاخر بيطلع الشكل بتاعك زي ما انت عايز. ومن هنا تروح تغير الالوان بتاعتك. لو انت مش عاجبك الالوان ممكن تخليها بالشكل ده. وممكن تخليها حاجة بارزة. زي ما انا قلت قبل كده. ممكن تخليها بالشكل ده. تخليها بالشكل ده. اهو. في اشكال كتير. فاحنا طبعا ممكن نخليها بالشكل ده برزة شوية تمام? وطبعا فيه الوان كتير وممكن تغير كمان ترجع هنا وتروح وتغير وتختار حاجة تاني غير اللي انت كنت مختارها في الشكل الاولاني وليكن كده او كده مثلا اهو اهو يعني مثلا اقل في مشروع برمجاي عندي التلات دروس اللي انا كتبتهم المواطنة الرقمية الدرسين او التلاتة اللي انا كتبتهم برضو فده اضافة كل تفاصيله بقى اللي هو المخطط الانسيابي وبكده يبقى وصلنا لنهاية الدرسين النهاردة هقول لكم مجموعة الاسئلة ديات اللي هستنى منكم الاجابة بتاعتها ده علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة غير الصحيحة يستخدم برنامج باوربوينت لتقديم المعلومات فقط يمكن استخدام برنامج باوربوينت لانشاء مخططات انسيابية يمكن انشاء عروض تقدمية تحتوي على الصور ومقاطع الفيديو يجب ان تظهر ثقتك بنفسك عند تقديم العرض التقديمي اه الوان المخطط الانسيابي في برنامج باوربوينت سبتة لا يمكن تغييرها يجب ان يكون عرض باوربوينت طويل ومفصل صح ولا غلط وبكده يبقى وصلنا لنهاية فيديو النهاردة استنونا ان شاء الله باذن الله في فيديوهات المراجعة وفي فيديوهات المهام الادائية باي باي اشتركوا في القناة